السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا شباب عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير خير ونبدأ بيه الكلام السلام سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي يا شباب فكل بقى يروح يشتري حلوة المولد ويستمتع ولكن طبعا بنشتري حلوة المولد بهدف ان احنا بنشتري حلاوة ومش كبدعة الناس فهمة قصد يعني النهاردة يا جماعة انا جاي اكلمكم عن منصة اسمها المنصة ديت هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ والسؤال الاهم هل المنصة ديت حرام ولا لا؟ طيب هل المنصة ديت برضو بتدفع والدنيا تمام فيها ولا بيحصل عليها عمليات نوعية؟ هل انت يا حيا تنصحني ان انا اشتغل على المنصة ديت ولا لا؟ طب اليوتيوبرز الكتار جدا اللي عملين يشرحوها في الفترة الاخيرة دول بيشرحوها ليه؟ ودية اجابة هجاوبها لك دلوقتي دول بسامة يا جماعة ان فيه اعلانات كتيرة بتعملها وبتمشورها المنصة ديت في الفترة الحالية اظن مفيش صراحة اكتر من كده طيب يا حيا النهاردة انت جاي تشرح لنا المنصة بهدف ايه؟ انا جاي النهاردة اشرح لكم المنصة بهدف ان انا فهمكوا التحدثات الجديدة والحقيقة كاملة اللي حصلت في التحدثات الجديدة لان في ناس كتير فاكرا ان التحدثات الجديدة خيرت بعض التفاصيل المهمة في التحدثات القديمة او في اساسيات الموقع القديمة وهنشوف مع بعض الكلام ده صح ولا لا؟ خصوصا ان في ملايين الناس شغالين على المنصة ديت في الفترة منصة يا معلم زي ما انت مشايف عشان تسجل فيها هتخش من اللينك اللي انا سايبولك في الوصف او في اول كومنت وتبدأ ان انت تحط الكود اللي قدامك دوت وتدوس على كلمة نيكست هتبعت لك رسالة على الايميل اللي انت حطيته هنا يا معلم الرسالة ديت فيها كود هتبدأ تحط الكود ويبقى انت كده سجلت في المنصة عادي جدا زي ما انت مشايف يا معلم دي بتبقى واجهة الموقع بالزبط بعد ما بتخش او بتسجل دخول الفكرة بس والتحديث اللي حصل في الموقع يا معلم ان هما فتحوا التداول على على حسب ما هما بيزعمه او بيقوله ولكن زي ما احنا معارفين من الفيديو اللي فات ان عملية التداول على ما هي الا عملية رهان في شكل تداول ولكنها ليست عملية تداول حقيقية لو جينا على كلمة من تحت هنا يا معلم هتلاقي ان انا معايا تلتميت دولار في الاكاونت بتاعي ودوت بالمناسبة يا شباب حساب ديمو او حساب تجريبي انا كنت واخده من المنصة قبل كده لما عملت لها الاعلان اللي انا قلت لكم عليه ولما قلت لكم ان دوت فيديو اعلاني وعرضنا لكم جميع الحقائق فهستخدم الاكاونت دوت في ان انا اشرح لكم التحديثات الجديدة للناس اللي هي عايزة تفهم المنصة اللي حصل فيها جديد ولكن انا بقول لك مقدمنا هو ان انا ما بشتغلش على المنصة ديت لان المنصة ديت حرام اصلا والعملية اللي بتحصل عليها عملية رهان بحث وهزبط لك الكلام دوت قدامها طبعا عشان تشتغل في المنصة ديت انت لازم انت تعمل ايداع طب لو حايا بتعمل ايداع تعمل منين بتيجي علي كلمة هذه اللي هنا ديت يا شباب هتلاقي طروق الايداع في المنصة عندك طريقتين للازاع اول طريقة لايداع هي هي يما تعمل ايداع عن طريق التيرون يا اما تدوس على كلمة من هنا وتقدر ان انت تعمل ايداع عن طريق الفوتافون كاش يا معلم بالجنيه المصري عادي جدا وهتلاقي تحت كاتب لك هنا الجنيه المصري بيساوي دولار. يعني لو عايز تعمل ايداع مسلا بخمسمية جنيه مصري فهتكتب هنا خمسمية جنيه هنا يا شباب. هتلاقي ان هو بيقولك ان الخمسمية جنيه دول بيعدلوا عشر دولار واحد واشر سنت تحت او قدام. هتكمل العملية عادي جدا عن طريق ان انت تنزل تحت وتدوس على كلمة وتعمل عملية الايداع. اما لو هتعمل ايداع عن طريق الامرات الرقمية فهتدوس على كلمة من هنا وبعد كده تختار وبعد كده تكتب يا معلم الكمية والنفرد خمسين دولار مسلا وبعدها تدوس على كلمة من هنا هايحولك على الصفحة اللي فيها عنوان هتخده وتفتح اي منصة عملية رقمية والنفرد مسلا ابينج اكس او اكس او اي منص همعلم وبعد كده تحط العنوان بتاعهم في الخنط الانوان هنا وتختار الشبكة اللي هي يا معلم. اللي هي اول خيار عندنا هنا. وبعد كده تبدأ انت تكتب لده الكمية اللي هتبعتها والنفرد خمسون دولار. ولكن في رسقهم واحد دولار فبالتالي هتبعت واحد وخمسين دولار عشان يوصل لك خمسين دولار سياق صافي. وبعدها تدوس على كمت سحب وتبعت الفلول. ده مسال تطبيقي على العملية. وبعدها بترجع تاني للمنصة وبتلاقي الفلوس تضاف التلقائي على طول في ساعتها اول ما الفلوس بتتبات يا معل. تعال نخش على بقى من هنا او التداول اللي هما بيزعموا ان هما بيعملوه. هتلاقي ان اتضاف لك خيارين للتداول هنا يا شباب فوق. في خانة الاسيريوم وفي خانة البيتكوين. يعني لو دوسنا على الخيار اللي هنا دوت هتلاقي عندك خيارين. يا اما تتداول البيتكوين اللي هو اول ما الموقع بدأ كان بدأ عليه عادي جدا. عن طريق ان انت تراهن على او على او على وتعالوا نجرب قدامكم برضو العملية زي ما كانوا بيعملوها قبل كده هنراهي مسلا بخمسة دولار على من هنا يا شباب وبعد كده ادوس على كلمة او تداول على حسب ما بيقوله. ولكن يفضل ان انا اعملها على الفريم الواحد دقيقة عشان ما ناخدش واق. وهراهن على البك برضو. وبعد كده دوس تريد وبعد كده تريد من هنا يا شباب هتلاقي ان هو بيقولك تمام هتلاقي الوردرات بتاعتك هنا في خانة يا جمع علم من هنا. وهتلاقي ان هو بيقولك يعني مستنيين عملية السحب او عملية النتيجة في النهاية. وهتلاقي الدقيقة بتاعد معاك فوق اهي اول ما يخلص الاتناشر ثانية او التلاتاشر ثانية دول. هيبدأ ان هو تظهر النتيجة بتاعتك. ودي كده المفروض النتيجة ظهرت لو جيت ودخلت على مرة تانية المفروض هيقول لي انا كسبت ولا خسرت فزي ما انت ما شايف انا كده خسرت يا معلوم. فكل اللي علي ان انا مسلا اراهن على البيج مرة تانية ولكن اراهن بدأ في الكمية بحيس ان انا اعوض خسارتي ومكسبي دوت اللي احنا متعودين عليه ان انت المفروض بتراهن بدأ في الكمية عشان تعوض اللي اتنين. طيب يا جماعة دي اخلص تهيها هنشوف النتيجة مرة تانية هبدأ نخش على من هنا وهنشوف احنا كسبنا ولا خسرنا. فاحنا خسرنا كده للمرة التانية على التوالي. يعني المنصة فيها خسارة هو زي ما انتم ما شايفين. يعني العملية عملية رهان لان انت هنا بتتعامل مع رقم. ما بتتعاملش مسلا مع تداول ولا حاجة ولا بتشتري حاجة او بتبيع حاجة. لا انت بتتعامل مع رقم نتيجة الرقم اللي هنا ديت هي اللي بتحدد انت اكسبت ولا خسرت. فابدأ ان انا راهن بدأ في المبلغ مسلا راهن من خمسة وعشرين دولار وايه بعد كده ادوس على كلمة هراهن على البيج برضو. وادوس تريد تريد اتنين واحد زيرو. هنشوف النتيجة للمرة التالتة. شكلها يا جماعة كده كسبانة. وهنشوف النتيجة دلوقتي هدوس على كلمة ماي اوردرز تاني. وهشوف انا اكسبت المرة دي ولا خسرت. فالمرة دي انا اكسبتها يا جماعة. فبالتالي هو قافي ارباح زيها زي اي منصة راهنون. بتراهنوا انت وحظة. يتكسب يتخصى. والمتحكم في الموضوع دوت بيبقى المنصة. تعالوا نشوف بقى الرهان بالاسيريوم اللي اتفتح جديد عندهم. هنا انت فكرة الرهان او التداول بالاسيريوم بتاعهم دوت ان انت بتراهن على اللون معين. يا اما اللاحمر يا اما اللاخدر. يا اما البربل البنفسجي. وكل لوم بيديك نسبة معينة من المضاعفة بتاعة المبلغ بتاعي. يعني لو انا راهنت مسلا على الاحمر بعشر دولار هياخد ضيع في المبلغ بتاعي فهكسب عشرين دولار او تسعتشر دولار وكسور. عشان الرسوم اللي بتبقى مكتوبة. لو راهنت على الاخدر وكسبت هكسب نفس الكمية برضو. اما لو راهنت على البربل وكسبت فانا هكسب اربع اضعاف المبلغ بتاعي او خمس اضعاف تقريبا. فتعالوا نجرب مع بعض كده يا جماعة هراهم مسلا بقيمة عشر دولار على اللون الاحمر كده وادوس على كيمة تريد وبعد كده تريد من هنا. فهنشوف دلوقتي يا جماعة النتيجة هتبقى ايه معنا? على حسب ما الشريط اللي هو هيلف دوت دلوقتي. هيقف على انهي لون الاحمر ولا اللاخدر? على حسب ما هنكسب بازن الله. تلاتة اتنين واحد زيرو. هنشوف دلوقتي النتيجة مع بعض. انهي النتيجة طلعت على الاحمر. فبالتالي احنا كسبنا هو قدامك واصبح معنا تسعة تشار دولار ونص. يعني احنا كسبنا تسعة دولار ونص من ضغطة الزرار دية. ليه? لان ديت عملية راهان. فين التريدنج بقى? فين التداول في الموضوع هنا مفيش اي عملية تداول. التداول دوت يعني انت بتشتري بتاعة وبتبدأ ان انت تبيع البضاعة ديت لما سعرها يعلى. دوت التداول الفور يا شباب. فهنا مفيش اي فكر التداول في الموضوع. فبالتالي الموضوع راهان بحت يا جماعة زي ما انتم ما شايفين. قديني راهنت معكم مرة تاني برضو عشان اوريكو ان فيه ارباح وفيه خسارة. وعدد الناس اللي شغالين على المنصة في الوقت اللي انا بسجل في الفيديو دوت يا شباب هو ستةلاف سبعمائة اتنو وخمسين واحد. واحد. ولكن المنصة بيخشها ملايين من الناس يشتغلوا عليها. على الرغم من هي منصة رهانية ولكن معظم الناس ديت ما تعرفش الحقيقة دية. وبيمشوا ورا اليوتيوبرز اللي يقولوا لهم ان ديت عملية تداول ولكنها والله ما عملية تداول يا شباب. قديني كسبنا هقل للمرة التانية عالتوالي. ولكن هل ده معنا ان انا هفضل اكسب الاجابة لأ يا شباب هاخسر برضو عادي جدا. لان المتحكم في الموضوع دوت هي المنصة. فبالتالي انا من التلتمائة دولار اللي معايا لو انتم راحستوا كده هتلاقي ان انا كسبان تلتمائة خمسة وستين دولار. اما بالنسبة بقى ان كان في مؤخرا من حوالي شهرين تلاتة كده مشكلة في عمليات السحب وان عمليات السحب بتتأخر وان عمليات السحب قعدت بالاسبوع ما توصلش وجالي شكاوة من الموضوع دوت. فالاجابة يا جماعة ان الناس ديت كانت بتحدس الموقع بتاعها وكانت بتحدس في السيرفرات بتاعتها. فعشان كده كان في مشاكل في السحب. ولكن كل المشاكل ديت تتحلت والناس وصلها في سلوسها. فحتيت السحب والكلام ده كله فالمنصة صدقة فيه وبتبعت الفلوس بالفعل. يعني سواء خسرت او كسبت فانت لو سحبت فلوسك هتوصلك عادي جدا. والمنصة بقالها اكتر من سنة في الموضوع ده وتشغل وتمام والدنيا تمام. ولكن زي ما بقولك هي منصة رهانية وليست منصة تداول. اتمنى تكون الفكرة دي وصلت للجميع. قبل بقى بنقفل الفيديو ما تنساش لايكك المتين شيرك لو بتشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.